اشتركوا في القناة ورسول الله صلى الله عليه وسلم وإحنا ماشيين مع بعض وقلوبنا قلب رجل واحد بيتمنى من ربنا عز وجل يكتب له ثواب ثواب زيارة بيته بيته الحرام وزيارة نبيه صلى الله عليه وسلم وربنا سبحانه وتعالى يملأ لبنا بمشاعر الحجاج وإحنا مش قادرين نحج وكل واحد عنده عذره اللي بسببه مش قادر يحج لكن قلوبنا بتقول يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيمة ففي كل يوم بناخد نسك من مناسك الحج ونقول هم بيحسوا بإيه الحجاج لما بيطوفوا عشان نعمل حاجات شبهها فنحس بمشاعر الطوافين لما بيرموا الجمرات بيحسوا بإيه وليه ربنا خلاهم يرموا الجمرات عشان نعمل عمل شبههم وإحنا بنقول من تشبه بقوم فهو منهم لعل الله عز وجل يكتب لنا ثواب حاجة إحنا مش قادرين نعملها فيكتبها لنا بنيتنا وعلى قد نيتك تاخد علشان كده تعالوا مع بعض النهاردة نوصل لمنسك من مناسك الحج هو نسك بياخد خمس دقيق لكن جواه معنى عميق قوي وهو ما تقدرش تعمل موضع في خمس دقايق إلا لما قلبك يكون جاهز لي النسك ده هو الحلق حلق الشعر الرجالة بيحلقوا زيروا بالموس أو يخففوا شعرهم يأثروا والستال بتاخد قد عقلة الصبع ده كده قيدة أنملة يعني قد عقلة الصبع من شعرها والحلق ده بيبقى بعد ما بيخلصوا أغلب مناسك الحج في يوم عشرة يوم الحج الأكبر اللي هو أول يوم العيد عندنا للي ما بيحجش وخلينا أقول لكم حاجة جماعة انت عارف الحلق ده النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه رحم الله المحلقين تلت مرات رحم الله المحلقين رحم الله المحلقين رحم الله المحلقين فقالوا والمقصرين يا رسول الله طب اللي أصر بس قالوا والمقصرين بس طلعت الدعوة أصلاً اللي بيشيل شعره زيرو ودي على فكرة مش سهلة مش سهلة لأن الشعر في الآخر يعني تاج شئ من زينة الإنسان ومزين للإنسان إن شكله يبقى حلو فمش الطبيعي أنك أنت تشيل شعرك زيرو بالذات لو شعرك حلو ومخلي شكلك كويس كده ولكنت كبرت في السن شوية يكون مصغرك لكن الحجاج كأنهم بيعملوا بروفا قبل ما يسافروا ويرجعوا بلدهم بروفا على إيه؟ هو إن شاء الله تغفر له في الوقوف بعرفة وتواضع لله في المبيت في مزدلفة ورجم الشيطان في رمي الجمار وطاف وكان عنده خلوة بالله عز وجل في الطواف طب هتعرف تستمر بالمشاعر دي لما ترجع بلدك؟ أصل الحياة مع الله مبنية على الحب والحب فيه تضحيات لأنه فيه حاجات حرام الواحد بتعرض عليه طب تضحي عشان ربنا ولا ربنا ما يسواش في قلبك أنك تضحي عشانه أنت عارف دايما أن الإنسان بيضحي إمتى؟ لما ألم فراء القرب من ربنا يزيد قوي يعني أنا لو مثلا فيه زنب قدامي لو عملته هحس بالجفاء بيني وبين ربنا الجفاء ده ألمه كبير قوي ساعة أقول له يا عم مش عايز ده لكن لو ألم الجفاء بيني وبين ربنا عادي يعني عملت زنب حسيت بالبعد بيني وبين ربنا عادي لكن واحد صاحبك بقالك كتير ما كلمتوش عادي فبعمل الزنب ده وبحس بالبعد وعادي لكن لما يبقى عندك ربنا كبير قوي تلاقي أي حاجة تصغر فيه جنب الله عز وجل لشان كده بكرة لما نروح عند ربنا واحد يكون أثر في حق ربنا ربنا بيقول أن تقول نفس يا حسرت على ما فردت فيه جنب الله فردت فيك كتير يا رب واخترت حاجات عليك كتير فتيجي الحلاقة في الحج يعلمك إزاي تقوم تارك زينة هي أصلا زينة حلالة يا جماعة هو تربيات الشعر حرامة ولا إيه لا حلال فسا عاملة زي الصيام بأنت بتسيب الأكل والشرب والشهوة ودي كلها أشياء حلال بتسيبها في الصيام عشان لما يربيك على ترك الحلال تبقى أقوى على ترك الحرام فعمل زي البروفا كده بلما ترجع بلدك شيل شعرك وعلى فكرة الشكلون بيبقى زي الأمر لما تسافر وربنا يكتب لك العمر أو الحج وبعد المناسك تشوف أغلب الناس مشا كده إيه أبيض من هنا خالص يعني خضرة لأنها منورة بالحلقة بالموس الزيرو ده تعرف أنه بعد ما خلص المناسك قال له تؤمر إيه تاني يا رب أرمي إيه تاني من متاع الدنيا بس أنت ترضى فيقوله شعرك حظ يا رب وعلى فكرة من رحمة ربنا أنه يعني برضه وطلب يعني إلى حد ما يعني مش معجز للبني آدم يعني الشعر يشال زيرو إلا يحصر يعني بس هو بيمرنك وخلاص هذه المشاعر عشان نحس بيها وإحنا في بلادنا محتاجين كل واحد فينا يشوف حاجة في حياته الحاجة دي ماسك فيها ومش عايز يضحي بيها عفكة ممكن يكون باب للمال الحرام عنده ضعف في الثقة في الله أن ربنا هو الرزاق عنده المعلومة أن ربنا الرزاق بس معلومة عالطاير كده على قشر الدماغه مش في الصلب عقدته مش بس كده تعرف سيدنا محمد قال عليه السلام رحم الله المحلقين لأنك بكل شعرة بتحلقها وإنت بتحج بتسقط كل شعرة تسقط معها سيئة من سيئاتك فإنت مدرك الله أعلم بقى ألف شعرة عند الواحد وإن كان مليون معرفش يعني مع كل شعرة مش معنى الحجاج طب ما تيجي إحنا كمان يا جماعة والحاجة كده بيحلق شعره وبتسقط ألاف أو ملايين الشعرات وبيسقط معها ألاف أو ملايين السيئات طب ما تيجي إحنا كمان نقلد الحجاج ونعمل حاجة هنا في بلدنا في بيوتنا في وسط أشغالنا تسقط معها ملايين السيئات مين فينا ما بيعصيش وأنا أقول لكم كل من قدم خطاء والمشكلة يا جماعة أن الواحد ساعات بيبقى عنده أبواب لمغفرة الزنوب وبيهملها فلما يكون مهمل في الأبواب دي يفاجأ يوم القيامة أن أحده كسبت عشراته العشرات هي الحسنات الحسنة بعشرة والسيئة بوحدة فخسران ومحروم اللي السيئة بسبب أنها كتير قوي تكسب الحاجة اللي بعشرة فلأنه عامل مليون سيئة وعامل ألف حسنة فالألف بقت عشرة تلاف والمليون زي ما هي فخد بالك من مسألة دي تعال مع بعض دلوقتي أفكركم بحاجات نعملها نشيل بها سيئاتنا زي ما الشعر بيشيل السيئات لما بيحلقها لما بيحلق الحاج قال صلى الله عليه وآله وسلم أيعجز أحدكم أن يكسب في يومه ألف حسنة أو تحط عنه ألف خطيئة قلنا بلى يا رسول الله إزاي يعني قل لنا إزاي فقال صلى الله عليه وآله وسلم قال يسبح مئة مرة لو سبحت مئة مرة سبحان الله يا جماعة مئة مرة والله ما تاخد خمس دقائق وشوف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الذكر أحلى حاجة أنك تبقى مركز فيه بس هو ما اشترطش أنك تبقى مركز واحد يقول لك آه بس أنا سبحت بس ما كنتش بركز في كل حاجة ساعاته أنا بسبح كي بفكر في حاجات تانية سبح قلبك هيجي بكرة قلبك هيجي بعد شوية سبح مئة مرة والعادة المعرفة والعقيدة عارف المعلومة لكنها مش مش في مركزية اهتمامي ما قلتهاش مبارح ولا أول ولا أول أول مع أننا في أحلى الأيام العشر أو أقام من دي الحجة فقولها النهاردة وتعود عليها بكرة وبعده ويبقى ورد ثابت ليك سبحان الله ويبقى حمده طب مش النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال في يومه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ياخد مئة حسنة وتحط عنه مئة خطيئة ما توظب على الأذكار دي مش سيدنا محمد قال عليه الصلاة والسلام أهلي بقى شبهة أوي بتاعة الحجاج إن اللي يمسح على رأس يتيم فله بكل شعرة حسنة مكسل تزور قريبك اليتيم مكسل تنزل في ضرق أي تم جنبك تقولهم السلام عليكم كل سنة ونطيبين وتاخد مثلا ما تعمل حاجات دي خد بسكوت البسكوت بربع جنيه ولا بخمسين قرش ولا بجنيه وتوزعه وإنت بتوزع اعمل كده على رأس يتيم متكسلش بكرة لما ننزل في قبورنا كل ما الواحد يعدي قدام قبر يفتكري يقول طب لو واحد في القبر ده عنده سيئات أتقل بمقدار عشر سيئات عن حسناته زي ما نو بيقول يا جماعة طب أطلع بس أقول سبحان الله بس مرة واحدة أطلع بس أشيل قشر تموز من على جنب فاخد عشر حسنات ولا مية ولا ألف أطلع بس أقول لواحد سلامه عليكم ورحمة الله فاخد تلاتين حسنا وبركاته أي حاجة يطلع يتمنى يصلي ركع طب ليه هل أنا ضامن إن أنا حسناتي أكتر من سيئاتي الله أعلم إيه المقبول وإيه المش المقبول وإيه لأنا كنت فاكره صغير وطلع كبير من السيئات عند ربنا ما تنزل تكسلش دي أحلى أيام عند ربنا حب يشوفك فيها بتعمل عمال صالحة انزل وامسح على شعر اليتيمة خد بكل شعر حسنا لها ربيان على كرم الله عز وجل تكسلش وخد النية أنا كده بتشبه بأن بيحلقوا من الحجاج ومن تشبه بقوم فهو منهم عشان تبقى منهم وتبقى حج عند رب العالمين وتعيش لحظة المغفرة اللي ربنا بيديها لهم عيشها وحس بيها نحاول نقول يا لأي تاني كنتوا معهم فنعيش في بلدنا بنفسية الحجاج ونعيش في بلدنا بقلب الحاج وإحنا مش قادرين لكن ربنا قادر يملأ لبنا بمشاعر الحجاج وعلى قد ما بنقدر بنعمل وربك يكبر الأولين وده معنى اسم الله الشكور الذي تعطيه على قدرك فيعطيك هو على قدره سبحانه وتعالى يا لأي تاني كنتوا معهم فأفوز فوزا عظيمة وصلي اللهم وسلم وبركة نبينا محمد والحمد لله رب العالمين لبيك يا الله 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 شكرا